صباح الخير أطفالي صباح النوم وحالكم اليوم الحمد لله معكم المعلمة فضيلة ملوحي من مدرسة طارق ابن ذياد درسنا اليوم لصف الثاني درس معدة الرياضية تعرفوني بأنفسكم لنبدأ تفضل ما اسمك؟ عمر جاويش تفضل حيثم الشلبي تفضلي جوليان بيت جوليان بيت تفضلي أهلا بكم هل مستعدون لدرس اليوم؟ نعم لنبدأ في درسنا السابق قمنا بمسابقة لقراءة قصة أليس كذلك؟ نعم قامت ميرال وجوليا بهذه المسابقة سجلوا لي النتائج على هذه الورقة تفضلوا تفضلوا إلى هنا تفضلي ميرال تفضلي جوليا سجلوا لي النتائج على ورقة أعرضي الورقة على رفاقك أعرضيها ميرال كم سطر قرأت من القصة؟ عشرة أسطر جيد كم سطر قرأت يا جوليا؟ اثنى عشرة سطر اثنى عشرة سطر جيد لاحظوا معي ميرال قرأت عشرة أسطر وجوليا قرأت اثنى عشرة سطر لاحظوا الصور أمامكم من منهم قرأ أسطر أكثر؟ جوليا جوليا كم عدد الأسطر التي قرأتها؟ اثنى عشر هل تحبون القراءة؟ نعم نعم يجب علينا أن نقرأ دائما القصص المفيدة لنا من هنا نستنتج عنوان درسنا اليوم وهو تفضل يا عمر اقرأ لي عنوان الدرس مقارنة الأعداد حتى تسعة مقارنة الأعداد حتى تسعة عشرة أحسنتم لاحظوا معي بداية الصورتان الموجودة على اللوح لاحظوا معي تأملوا الصور لمدة دقيقة تأملوا الصورة الأولى والصورة الثانية سأطلب من أحد أن يفسر لي ماذا يشاهد في هذه الصورة تأملوا الصور قليلا تأملوا هذه الصورة الأولى وهذه الصورة الثانية لمدة دقيقة تأملوا الصور وأنا ساختار من سيتحدث هل واضح الصور أمامكم؟ نعم نعم الآن من منكم يتحدث ماذا شاهدنا في هذه الصور؟ الصورة هذه والصورة هذه برفع الإصبع لو سمحتم من منكم يريد أن يتحدث؟ تفضلي يا ميران ماذا شاهدتي في الصورة الأولى؟ عن ماذا تعبر هذه الصورة؟ أهلا لاحظي معي صورة ماذا؟ ما هذه الموجودة في الصورة؟ سمكة سمكة أحسنتي وهذا؟ أسمك أسمك صغيرة السورة الثانية من يحدثني عن السورة الثانية؟ أسمك صغيرة وسمكة كبيرة لاحظوا معي السمكة الكبيرة في الصورة الأولى إلى أين تتجه؟ إلى أين تتجه؟ برفع الإصبع لو سمحتم تفضل يا جوليا إلى الأكثر طيب ما عدد الأسماك في هذه الجهة؟ عدي معي واحد ثلاثة ثلاثة في الجهة الثانية؟ واحد إذن السمكة الكبيرة تتجه نحو الأسماك التي عددها؟ أكثر أكبر أحسنتم الصورة الثانية إلى أين تتجه السمكة أيضا يا غيثان؟ إلى السمكات التي عددها؟ أكبر أحسنتم هل تحبون السمك؟ نعم نعم كثيرا؟ نعم هل هو مفيد لنا؟ نعم ماذا يعطي الجسم؟ ماذا يعطي الجسم؟ براف الإصبع لو سمحتم؟ جوليا قوة ونشاط قوة ونشاط أحسنتي إذن السمك واللحوم جميعها مفيدة لجسمنا من هنا نكتشف إشارة الأكبر والتي تشبه فم من؟ سمكة فم السمكة لاحظوا معي كيف فم السمكة إشارة الأكبر تشبه فم السمكة وأنا أحضرتها لكم على ورقة أنظروا جيداً هذه هي إشارة الأكبر هذه هي إشارة الأكبر لاحظوا معي هنا أسماك ما مفرد أسماك أو سمكات ما مفردها؟ من يقل لي؟ تفضل يا هيثة سمكة واحدة أحسنتم إذا مفرد سمكات أو أسماء سمكة واحدة أحسنتم شكراً لكم الآن سنقوم بنشاط صغير كالعادة سنقوم بنشاط صغير كالعادة تقسيم الطلاب إلى مجموعتين معي هنا مجموعة الوردات المكونة من جوليا وميرال وعندي مجموعة البلابة العمر وهيثم لاحظوا معي النشاط سأوزع عليكم هذه البطاقات على كل مجموعة سؤال أريد منكم كتابة عدد العناصر لكل مجموعة ووضع إشارة الأكبر عند العدد الأكبر النشاط يستغرق ثلاث دقائق سأنتظر منكم كل مجموعة النتائج جاهزون؟ سأوزع تفضلوا يا مجموعة الوردات صورة الوردات سنبدأ معا يا عمر لنحضر قلم الرصاص كل تلميذ بعد العدد نبدأ النشاط لا تبدأوا الآن بعد العدد قلم الرصاص والممحات أحضر الممحات أيضا هل رأيت قلمك يا هيثم؟ جيد لا نبدأ قبل أن أعد ثلاث عدد لديكم ثلاث دقائق سأقوم بحساب الوقت اتفقنا بعد ثلاث دقائق سأعرض نتائج التي قمتم بها جاهزون؟ واحد اثنان ثلاثة لنبدأ بالمناقشة مع بعضنا البعض لو سمحتم انتظروا قليلا جوليا قومي بحل المجموعة الأولى ثم تقوم ميرال بالمجموعة الثانية عدي بشكل متأني بشكل متأني سأقوم باحتساب الوقت سأقوم باحتساب الوقت لن أعرض النتائج قبل أن يمضي هذا الوقت لم ينتهي الوقت بعد حلوا جيدا وفكروا قليلا ولا تنسوا وضع الإشارة التي تعلمناها ما اسم هذه الإشارة؟ نستذكر معا ما اسم هذه الإشارة؟ أكبر إشارة الأكبر أحسنتم لا تنسوا وضع الإشارة بين الأعداد كل مجموعة سيقوم واحد من المجموعة بقراءة السؤال وعرض النتائج مجموعة الوردات انتهت قبل مجموعة البلعبة فكروا يلا دقيقة متبقية لاحظوا النتائج جيدا في حال الغلاط نصوب لبعضنا البعض تشاركتم مع بعضكم البعض؟ أفراد المجموعة؟ شكرا لكم انتهى الوقت الآن ستقوم ميرال بقراءة السؤال الموجود على البطاقة تفضل يا ميرال البطاقة امسكيها بيدك تفضلي اقرأ لنا السؤال بصوت مرتفع لكي نسمع أنا ورفاقك انتبه إلى السؤال يا عمر في حال الغلط سنصوب لها تفضلي عدد اكتب عدد عناصر عناصر المجموعة ثم ثم أضع أضع ما هذه الإشارة؟ إشارة أكبر أو أكبر أحسنتي كان لديهم لاحظوا معي كان لديهم بطاقة هيثم انتبه جيدا بطاقة فيها مجموعتين المجموعة الأولى مرسومة عليها وردات والمجموعة الثانية أيضا وردات لكن عدد الوردات في الأولى غير عدد الوردات في الثانية جوليا ليس مجموعة هذه مجموعتك؟ أدي لنا الوردات بصوت مرتفع لو سمحتي واحد اثنان اثنان لنعيد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ثتة ثمانية 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 اثن لاحظوا معي لنتابع الحل المجموعة الأولى خمسة عشرة وردة والمجموعة الثانية إحدى عشرة وردة ووضعوا إشارة الأكبر من جهة الخمسة عشر انظروا جيدا يا مجموعة البلابل هل توافقوهم في الحل؟ نعم هل الخمسة عشرة أكبر من العدد إحدى عشر؟ نعم نعم أجل إذن العدد خمسة عشر أكبر من العدد إحدى عشرة شكرا لكم لنسمع إلى البلابل يلا تفضلوا ماذا لديكم؟ ما هي المجموعة؟ مجموعة النجوم لنبدأ هيثم هذه مجموعتك؟ أو عمار؟ من حل هذه المجموعة؟ أنا هيثم تفضل يا هيثم عد لنا النجمات الموجودة في المجموعة الأولى واحد اثنى ثلاثة أربعة خلسة ستة سبعة ثمانية تسع عشرة إحدى عشر إثنى عشرة ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية جيد جدا ثمانية عشرة نجمة تفضل يا عمر عد لي المجموعة الثانية اسمعوا جيدا في حال الغلط سنصوب لهم ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر لاحظوا معي مجموعة الوردات مجموعة البلابل ستنتجت أن المجموعة الأولى ثمانية عشر والمجموعة الثانية إحدى عشر ووضعوا إشارة الأكبر عند أي رقام ثمانية عشر هل توافقوهم الحال نعم أحسنتم إذن شكرا لكم المجموعتين لنعيد المجموعة الأولى استنتجت أن العدد خمسة عشر أكبر من إحدى عشر وهو استنتاج صحيح والمجموعة الثانية استنتجت أن العدد ثمانية عشر أكبر من العدد إحدى عشر وهو أيضا استنتاج صحيح حبوركتم يا مجموعتي أود أن أضع لكم هذه النجوم لأنكم قمتم بالنشاط بشكلين جميل شكرا يا جوليا شكرا لك شكرا يا ميرال نجوم صفراء هل تحبون اللون الأصفر؟ نعم إنه لون الشمس تعطينا الضوء والدفء هل تستطيعون العيش من دون الشمس؟ لا لا يجب علينا دائما أن نحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة التي أنعمها علينا ومنها نعمة الشمس الآن سنقوم بهذه الاستراتيجية سأشرحها لكم في البداية قبل أن ننفزها هل جاهزون؟ نعم ماذا صاغية؟ نعم مستمعون إليه انتبهوا لدي هذه الصور لدي مفتاحا ولدي قفلا قفل ومفتاح على كل قفل يا هيثم يوجد سؤال وعلى كل مفتاح يوجد جواب لهذا السؤال عليكم بعد قراءة السؤال والنظر إلى الإجابات أن تعرفوا أي قفل مناسب لأي مفتاح تمام؟ هل فهمنا الاستراتيجية جيدة؟ نعم 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 الآن سأعطي الأسئلة لمجموعة البلابل هل أنت موافقون على هذا الرأي؟ نعم نعم تفضلوا هيثم لديك هذا المفتاح الآن أنت ستقرأ لنا السؤال عندما أبدأ العدد وعمر هذا السؤال مع مجموعة الوردات يوجد إجابات هذه الأسئلة كل واحدة معها مفتاح تفضلي كل واحدة معها مفتاح انظروا جيدا إلى الإجابات والأسئلة انظروا جيدا أين عمر الورقة؟ جيد بعد العد ثلاثة سيقوم مجموعة البلابل بقراءة السؤال وأنتم ستكتشفون ما هو الجواب الصحيح أين مفتاح هذا القفل؟ تفقنا؟ نعم هل يوجد شيء صعب؟ لا لا لنبدأ تفضل يا هيثم اقرأ لنا السؤال الموجود أمامك لو سمحت ضع فمك هنا ابحث ابحث عن البالونات التي عانت عددها أكثر من عشرة من عشرة يريد هيثم إجابة لهذا السؤال انتم انظروا إلى البالونات يريد هيثم لا تعطوني الإجابة الآن يريد هيثم البالونات التي عددها أكثر من عشرة أكثر من عشرة مهمتكم الآن هي عد البالونات وكتابة عددها على المفتاح بقلم رصاص لو سمحتم اكتبي لنا العدد يا ميرال عدي البالونات الموجودة على مفتاحك وضعي عددها هنا يلا كل واحدة ستعد البالونات الموجودة أمامها هل قمت بعد البالونات بشكل صحيح؟ نعم نعم جوليا هل قمت بعد البالونات بشكل صحيح؟ نعم هل قمت بعد البالونات؟ أريد منك يا هيثم إعادة السؤال لمجموعة الوردات لاكتشاف الجواب الصحيح اسمعوا سؤال هيثم والوردة التي معها الجواب ترفع الإسماء تفقنا؟ اسمعي السؤال يا ميرال جيدا تفضل ابحث عن البالونات التي عددها أكثر من عشرة من لديه بالونات عددها أكثر من عشرة؟ أنت يا ميرال كم عدد البالونات لديك؟ 11 وأنت؟ 11 من منكم يجاوب هيثم؟ هل العدد 11 أكبر من العدد 10؟ أجل لنسمع إلى سؤال ونرى الأنسب نرى المفتاح الأنسب للقفض اقرأ لنا يا عمر سؤالك ابحث عن البالونات التي عددها أقل من 12 أقل من 12 أقل من 12 بواحد يعني أقل ببالون واحد من لديه العدد الذي هو أقل من 12 بواحد؟ من؟ أنت يا ميرال أليس كذلك؟ جاوبي يا عمر ما هو الرقم الذي معك؟ 11 السؤال الذي كان لدى عمر أعطني الورقة لأقرأ السؤال يريد البحث عن البالونات التي عددها أقل من 12 بواحد هل يوجد عدد أقل من 12 بواحد غير 11؟ لا، إذن يوجد هذا المفتاح وهذا القفل اكتشفنا المفتاح الأول للقفل الأول أعد قراءة سؤالك أو أنا أقرأ السؤال تبحث عن البالونات التي عددها أكثر من 10 كما الرقم الذي معك يا جوليا؟ 12 هل الـ 12 أكبر من 10؟ نعم إذن هذا المفتاح وهذا القفل لاحظوا معي هذا القفل وجد مفتاحه وجد البالونات التي عددها أقل من 12 بواحد أنها 11، يوجد 11 بعلون في هذا المفتاح والثاني بعلونات أكثر من عدد 10 وهي 12 بعلون شكراً لكم على هذا النشاط الرائع الآن أريد منكم لمدة دقيقة كل تلميذ منكم يفكر قليلاً بصوتاً منخفض أريد منكم عدد أكبر من 15 أكبر من 15 ولا يكون أكثر من 19 لكي نتقيد بعنوان الدرس حتى 19 يعني أكبر من العدد 15 بقليل ليس بكثير لمدة دقيقة سأنتظركم فكروا قليلاً لأستمع إلى الإجابات فكروا قليلاً لديكم دقيقة واحدة سأقوم باحتساب الوقت لا أريد الآن إجابات لم تنتهي الدقيقة بعد لم تنتهي الدقيقة أريد الإجابة من الجميع كل واحد منكم سيعطيني رقم انتهت الدقيقة سنبدأ عند هيثم تفضل يا هيثم ما هو الرقم الذي قمت بالتفكير به وهو أكبر من 15 ستة عشر ستة عشر أتوافقوه الرئي نعم هل جوابه صحيح نعم أحسنت بارك الله بك جيد عمر تفضل سبعة عشر سبعة عشر رائع يا عمر هل توافقون عمر الرئي نعم نعم إنه جواب صائب تفضل يا ميران ثمانية عشر أحسنتي ثمانية عشر هل الثمانية عشر أكبر من العدد 15 نعم نعم أحسنتم إذن العدد ثمانية عشر أكبر من 15 جوليا سبعة عشر سبعة عشر أحسنتي إجابة مكررة لكنها صحيحة إذن السبعة عشر أكبر من العدد 15 سؤال آخر أيضا لمدة دقيقة سؤال آخر أريد منكم أن تعطوني عدد أقل أو أصغر من ثلاثة عشر تفكير لمدة دقيقة أقل أو أصغر ليس أكبر مثل الثؤال السابق أقل أو أصغر سأعطيكم دقيقة واحدة واحتسب الوقت دقيقة واحدة فكروا جيدا لا تعطوني الإجابة شكل سريع فكروا قليلا أقل من ثلاثة عشر أو أصغر هل فكرت يا هيثم لا تعطيني الإجابة قبل أن تنتهي المدة انتهت الدقيقة سنبدأ الآن من هنا جوليا تفضلي عدد أقل من ثلاثة عشر اثنى عشر اثنى عشر احسنتي هل توافقوها الرأي لجوليا نعم احسنتي بارك الله بك إجابة صحيحة تفضل يا ميران تسعة تسعة احسنتي جيد جداً تسعة أصغر من ثلاثة عشر أليس كذلك نعم نعم تفضل يا هيثم احدى عشر احدى عشر احسنت هل توافقوها الرأي نعم نعم العدد احدى عشر هو أصغر من العدد ثلاثة عشر جيد بارك الله بك تفضل يا عمار سبعة سبعة احسنت جيد جداً سبعة اجابة هل صحيحة نعم اجابة صحيحة احسنتم بارك الله بكم كنتم رائعين جداً اريد منكم ان تسعوني في نهاية الدرس اود ان اعطيكم نصيحة صغيرة بما انه درسنا عن مقارنة الاعداد الاكبر والاصغر اريد منكم دوماً احترام الكبير في العمر احترام بابا وماما والجد وجدة وجميعا من هم اكبر من اننا عمرا اتفقنا نعم نعم ونعطف على الصغير مساعدته تقديم الرعاية له مساعدة اي شخص اصغر من اننا عمرا اتفقنا نعم وداعرا سنقوم دائماً بالاحترام من هم اكبر مننا عمرا ومن هم والرعاية من هم اصغر مننا عمرا اتفقنا؟ نعم استمتعتم بالدرس؟ نعم وأنا استمتعتم معكم أيضاً أريد منكم قبول هذا الوسام تعبيراً عن سعادتي بهذا الدرس كنتم رائعين جداً وسام الأبطال عمار شكراً يا عمار على هذا الدرس الرائع لا تنسوا النصيحة التي أعطيتكم إياها في نهاية الدرس شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم